اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونرمي البيسكويت بعد ما رحيته نبدأ نحرك هكذا حتى يتشرب الزبدة وفي نفس الوقت يتبدلوا ونتعوا بهذه الطريقة راح نتحصلوا على واحد الذوق هايليا البنت نكمل نحرك هكذا البنت حتى يتبدلوا نتاعوا واذا جتكم الكمية نتاع الزبدة قليلة ممكن جدا تزيدوا كما راكم تشوفوا هنا يتبدلوا نتاعوا وراح نحيه من فوق النار نبدأ نحط في الكؤوس مقدار ملاقاتين كبار بهذه الطريقة يعني نعملوا حفرة في الوسط هكذا وبالنسبة للطبقة الثانية نحتاجوا كوب من غبرت الشانتي نصف كوب حالي بارد جدا جدا وعلبتين من فلون كرامل ونحتاجوا أيضا سبع ملاعق كبار من البيسكويت اللي رحيناه وحمصناه في الزبدة ونحتاجوا قطعتين من جبن كيري وملعقة كبيرة من قهوة سارعة الذوبان كما راكم تشوفوا هنا في الوعاء راح نحط غبرت الشانتي والحليب ونخلطهم ليح بالباطر هكذا إذن هنا كما راكم تشوفوا بعد ما طلعت مليح لشانتي راح نزيد باقي المكوينات راح نزيدوا قطعتين من جبن كيري وعلبتين من فلون كرامل ملعقة كبيرة من قهوة سارعة الذوبان نيس كافي سبع ملاعق كبار من البيسكويت ونكمل نخلط بالباطر مليح حتى يتخلطوا المكوينات جيدا نبدأ نحط الطبقة الثانية بهذه الطريقة هكذا نوزعها هكذا بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا إذن البنات هنا بعد ما نحط الطبقة الثانية ناخذ الكؤوس ونحطهم في الثلاجة ونخلي الطبقة الثانية حتى تبرد وبالنسبة لمقادير الطبقة الثالثة نحتاجوا ثلاث خطاع من سنيكرز ونحتاجوا خمسين جرام من شوكولة ومباسادوخ سمحوا لي البنات نسيت ما حطتها لكمش مع المقادير راح نذوبهم في حمام مائي مع أربع ملاعق كبار بتاع الحليب إذن البنات هنا كاميراكم تشوفوا بعد ما ذوبت سنيكرز في حمام مائي مع أربع ملاعق كبار بتاع الحليب وخمسين جرام شوكولة ومباسادوخ راح نوزحها على الطبقة الثانية هاكذا وبالنسبة للأخوات اللي حبوا يحضروا هذا التحلية وما توفرش عندهم سنيكرز ممكن جدا يعوضوها بقاناشو شوكولة أو تعوضوها بأي نوع من أنواع شوكولة أو تعوضوها بمية قرام شوكولة أمباسادوخ تذوبوها في حمام مائي مع ربع كاس تالحليب راح تتحصلوا لنفس النتيجة لأنه بزف بنينة إذن التحلية تعنا راح نحطها في الثلاجة ونخليها حتى تبرد ونشوفوها فيما بعد إن شاء الله وفي الأخير هذا هو الشكل النهائي لتحلية سنيكرز الفاخرة واللذيذة جدا جدا كما راكم تشوفو جد ما شاء الله جيب الزف بنينة بعد ما حطيتها في الثلاجة وبردت هذا هو القوام بتاحها كما راكم تشوفو روعة وكما قلت لكم البنات قدمتها للضيوفي وجات بزف هيلة وعجبتهم وطبعا اخذوا الوصفة وأيضا شاركتها معكم اليوم كما لاحظة مهمة جدا عندما تحطوها في الثلاجة إذا جاتكم طبقة سنيكرز بردة بزف عادي حطوها يعني على جنب وخليوها حتى تدفع وراح ترجع بهذا القوام نتمنى إن شاء الله الوصفة عنها اليوم تنال إعجابكم وتجربوها وتحبوها وننصحكم تجربوها لأنه فعلا تستحق التجربة راح نعود لكم البنات للإفادة اللي ما توفرتش عندها سنيكرز ممكن جدا تعوضها بأي نوع من أنواع الشوكولة خاصة شوكولة ومبساطة لأنه بزف بنينة وراح تعطي لكم نفس النتيجة وطبعا ما تنسونيش كما عودتوني دائما بتعليقاتكم الرائعة والجميلة والمحفزة وما تنساوش تحطو لنا صور تطبيقاتكم في المجموعة تعنا على الفيسبوك أكيد الربطة المجموعة دائما متواجد أسفل في صندوق الوصفة في أول تعليق وأكيد إذا جبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبرتاجي ومع لزامتكم للاستفادة واللي ما زال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يصلكم إن شاء الله كل جديد واذكروا الله كثيرا وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام نطلعوا في ربحتكم في أمان الله